حبيب تبدأ بالقصة تحت استاد الاهلي بما اننا لسه مخلصينا دلوقتي الاحتفالية ايه رأيك في الوضع كله؟ دايما يا كريم انا شفت الانترو يعني مش هزود حاجة طبعا عن اللي قلته فيما يخص انه الاهلي دايما نرأت فيما يخص الافكار الجديدة فيما يخص القصص الصعبة فيما يخص انه نادي مصري يقدر انه يعمل مدينة رياضية مش بس استاد مش بتكلم على استاد ولا بتكلم على سعجة مهرية بس يا كامو 20 ولا كامو 40 ولا توصل 60 الف مع اجتمال كل المراحل وانا بتكلم على قيمة مالية وتكلفة كبيرة جدا جدا لان يتحمل فيها النادي الاهلي اي شيء بنتكلم على رقم يقترب من 150 مليون دولار رقم كبير جدا جدا عشان عمل مدينة رياضية انا بتكلم على صعوبة وقد ايه الموضوع معقد لدرجة كبيرة جدا الناس كلها شافت انه كل الكلام فيه 16 شركة هتعمل للملعب طب ليه 16 شركة؟ او ليه في 16 شركة؟ انا عايز اقولك الموضوع واصل لدرجة من التعقيد لعشان كده الموضوع كان يتأخر من ساعة ما اعلن عنه النادي الاهلي من فترة طويلة تعرف يا اياه كريم انا بتعقد او بعمل اتفاقات ما بين 16 شركة الموضوع داخل في تفصيلات صغيرة جدا جدا قيمة في التخصص بقى شركة مسؤولة عن الامور القانونية شركة مسؤولة عن الامور المالية شركة مسؤولة عن ادارة الاستاد وبالمناسبة شركة المسؤولة عن ادارة الاستاد يالي بتدير الكامب نون شركة الكامب نون ملعب برشلون ملعب برشلون شركة مسؤولة عن الانشاءات نفسها اللي هتتعاملوا شركة كبيرة جداً جداً هي الشركة الأكبر داخل قارة أفريقيا مكرارات في جهانسبرج مجموعة من الشركات المصرية الكبيرة جداً جداً فيما يخص إدارة الملعب في شركة جاية عشان تدير الصلاة جاية تدير الصلاة اللي هيتم عملها صلاة الألعاب التانية شركة جاية منفصلة لإدارة المستشفى مجموعة شركات جاين يديروا المستشفى اللي هتتعامل تابعة للمدينة الرياضية فأنت بتتكلم على مشروع صعب جداً أنت توفر فيه هذه الأركان وأنك لما تيجي تلاقي أنه كل هذه الأشخاص كل هؤلاء الأشخاص جايين مساهمين في عمل مشروع بهذا الحجم وهو المشروع الرياضي الأكبر والأطهم في الكرة المصرية عايز أقولك أن فيه من ضمن هذه الشركات الشركة اللي عملت أكاديمية أسباير الزون بتاع أكاديمية أسباير المرحلة التانية نفس الشركة اللي عملت أسباير فأنت بتتكلم على شركات عندها سوابق أعمال كبيرة جداً جداً أنك تقدر توصل بهذا النجاح يا كريم أنك تعمل مشروع بالحجم المالي ده دون أن تتحمل خزنتك أي شيء لأنه بمنتها البساطة خزنت النادي الأهلي هنقول أن النادي أولي عملها بخزنته أنا أي خزينة نادي في مصر تتحمل 50 مليون ضرار وأخيراً خليني أقولك أنا في بداية سنة 25 هيبدأوا العمل على الأرض بقى ومن المرجح أنهما مع نهاية سنة 25 ينتهوا من المرحلة الأولى لأن الموضوع هيتعمل على أكتر من مرحلة فالموضوع متأول الناس بس فتخيلش أنه مشروع بهذا الحجم مدينة رياضية هتخلص في سنة ولا هتخلص في كم شهر لا ده هو البداية هتكون في بداية 25 ومن ثم بعدها المرحلة الأولى هيحاولوا أنها تخلص خلال سنة فيما يخص الملعب والسعة فيما يخص الملعب برضو علشان ناس بتتكلم على ملعب هل هيكون ملعب شبه استاد القاهرة مثلاً؟ استاد العاصمة الإدارية لأ هو ملعب مختلف شوية ملعب على الشكل الأوروبي الشكل الملعب الإنجليزية فيش تراك بتتكلم على ملعب جماهير أرض على طول علشان المساحة طبعاً آه في مساحة متوفرة لكن انت تتكلم على مدينة رياضية فهتستهلك كتير من المساحة دي فأنت بتتكلم على مشروع ملاق طبعاً بمبارك للنادي الأهلي وبيحيى النادي الأهلي وده العادي بتاع النادي الأهلي طول الوقت واتمنى أنه النادي الأهلي زي ما هو سبق في كل حاجة تخص الكرة المصرية الألقاب والكرة والإنشاءات والفروع وكل شيء أتمنى أنه عندية تانية تحزو حزو النادي الأهلي لأنه في الآخر أنت بتساهم في تحسين ورفع الصورة والبنية التحقية للرياضة المصرية ككل الله عليك الكلام الحلو شكرك نقولها كده بقى الكلام حلو أحاوش بقولك وحشتي أسبوع كتير أسبوع كتير ماينفعش أفتقدك فيهم كل هذا